الممثل هذا يا جماعة قبل ما نقول اسمه لازم نحط قبل اسمه لقب العظيم كريستشين بيل الأسطورة كريستشين بيل المجنون كريستشين بيل طبعا المجنون كمدحة وليس كذمة الرائع المتألق الساحق الماحق الملاحق الغير عاقل الممثل اللي ترشح لأكثر من 120 جائزة سينمائية وفاز بتسعة وسبعين منها الممثل اللي إذا سمعت اسمه تشم ريحة الإبداع تسمع صوت الجنون تستشعر عظمة الأداء المجنون اللي مستعدي يسوي أشياء كثيرة في جسمه وتركيبة الجسدية ولاياقة البدنية بس علشان يقدم أدواره في الشكل المطلوب تبغى باتمان؟ شيل واحد باتمان يا مدير تبغى شخص مضطرب ويعاني من نقص حاد في الوزن سمعا وطاعة تبغى شخص سمين وكرشه يمشي قدامه فضل يا باشا تبغى شخص رياضي وجسمه مقسم وعضلاته مفتولة ولا يهمك كم شهر ويكون جاهز ايش تبغي يا شركة الانتاج ايش تبغي يا صناع الأفلام ايش تبغى يا مخرج انت أشر وكريستشين يقشر اهلا والله بالجميع معاكم الوجيه يسعيد اليوقاتكم بكل خير كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية قبل ما نتكلم عن كريستشين بيل لازم أوضح حاجة مهمة يا جماعة وصلتني اعتراضات كثيرة على التصويت الأخير اللي صار وانه فيه ناس ما كانت تتابعني على الانستجرام او ما عندهم انستجرام وما لحقوا يشوفوا الرابط حق التصويت وتلبية لطلبهم فتحت التصويت مرة ثانية وخلت التصويت يكون على أعلى أربعة أسماء تم التصويت لها آخر مرة وفازوا بالتصويت الممثل كريستشين بيل فلو حابين شاركوا معنا في التصويت المرة الجاية تابعوني على الانستجرام راح تلاقونا الرابط في الوصف وعلى كل حالة العمر قدامنا يا جماعة راح نتكلم عن كل ممثل وممثل يجوا في طريقنا لا تشيلوها مرة اما اليوم سيداتي اني ساتي سادتي خلونا نتكلم عن الممثل الغير اعتيادي كريستشين بيل ولا تنسوا لايك يا جماعة لأنه مرة مهم في حكاية وصول الفيديو الأكبر عدد من المهتمين وبرضو يعني لأنكم مكيد تقدرون مجهودات اللطيفة والمتواضعة في هذه القناة اللطيفة والمتواضعة لاتس جو كريستشين شارلز فيليب بيل ممثل بريطاني ولد يوم 30 يناير من العام 1974 في بريطانيا يعني عمره إلى تاريخ هذا الفيديو تقريبا 46 سنة ما أدري إذا في أحد لاحظت تشابه اللي بينه وبين هذه الجميلة أكيد ما في تشابه في الشكل شغل مخكم انتم كمان الاسم يا جماعة الاسم هذا اسمه كريستشين وهذه اسمها كريستين هذا اسمه الثاني بيل وهذه اسمها الثاني بيل ما معرفش الثالفة صراحة طبعا الكتابة والنطق تختلف هو اسمه ينطق كريستشين كده فيه تشين تشين فاهمين؟ نسوي أستاذ إنجليزي على رأسكم هي اسمها ينطق كريستين اختلف بسيط في النطق قد يكون غير ملحوظ بالنسبة لنا كناس لغتنا الأصل ما هي الإنجليزية أو بالأحرى الناس اللي مثل يتعلموا الإنجليزية من الأفلام صعب نلاحظة الفرق الزبدة شراكم في المعلومة ما توقع كنتوا تعرفوها صح؟ أبوه ديفيد بيل من مواليد جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا كدولة ماهو كطارة واللي هي في الأساس تقع في جنوب أفريقيا أش قاعد أقول أنا؟ المهم أن أبوه ولد في جنوب أفريقيا بس من أبوين إنجليزيين كانوا مقيمين هناك لسبب ما الله أعلم إيش هو وكان أبوه يشتغل في مجال الإعلانات وبرضو ناشط في حقوق الحيوان ولما صار كريستشين بيل ممثل أبوه ترك وظيفته وصار مدير أعمال لابنه كريستشين من كتاب كيف تستثمر في طفلك الموهو أما بالنسبة لأمه جيني جيمس فهي إنجليزية الأصل والمنشأ وكانت تشتغل كراقص استعراضية في السرك ومقدمة عروض ترفيهية أدري من تظرين السالفة المهمة وهذه واحدة من أهم الأشياء اللي نسولف فيها في الفيديوهات كان ودي والله أفرحكم بهذا الخبر ولكن أمه وأبوه تطلقوا أو انفصلوا في العام 1991 وما هي أول مرة أبوه واضح أنه رجال يعني يحب يغير كل شوية تزوج ثلاث مرات وتوفي أبوه لاحقا في العام 2003 عن عمر يناهز الـ 62 سنة بسبب سرطان الغدد اللينفاوية في المخ قايف ما زالت قائمة الممثلين اللي أمهم وأبوهم منفصلين عن بعض يعني فيه ازدياد للأسف ولكن أملنا كبير في الممثلين القادمين إن شاء الله كريستين بيل عنده ثلاث أخوات أكبر منه لويز وإيرين وشيرين كريستين بيل عاش حياته متنقل ما بين ويلز وإنجلترا والبرتغال والولايات المتحدة ولما دخل المرحلة الابتدائية استقرت عائلته في إنجلترا يا جماعة هالآدمي من يوم هو طفل في الابتدائية بدأ يحقق إنجازات هو في الابتدائية تعلم العزف على القيتار وهو في الابتدائية برضو تعلم يرقص بليه إي وبليه إيش فيكم مستغربين على أقل تعلم حاجة أنا في الابتدائية تعلمت كيف سوين ببيلة علشان أصيد العصافير اللي في الحارة وياريتني صد حتى لو أزيدكم من الشعر بيت تدرون ويش صار له هو في الابتدائي مثل في أول دور بسيط له في إعلان لشركة بيع منتجات زي كورنفليكس والخرابيط هذه والإعلان هذا كان بمثابة أول خطوة له في عالم التلفزيون أو التمثيل بشكل عام تحسبونا خلصنا نصبر علينا يا جماعة برضو كريستين بيل وهو في الابتدائي وبعد ما مثل في هذا الإعلان مثل في مسرحية اسمها The Nerd ومع مين؟ مع الممثل راون سباستيون المعروف بدور مستر بين ياب عزيزي المتابع كل هذا هو في المرحلة الابتدائية حاسس فيك أدري فيك المرحلة الابتدائية بالنسبة لي أو لك كانت مجرد مرحلة ابتدائية بالضبط لحظة يا حبيبي لحظة علشان دمعنا أنا وإنت شوية معناته خلاص خلصنا لا لسه تعال تعال أقول لك أول فيلم مثله في العام 1987 اسمه ميو لما كان عمره تقريبا 12 سنة يا سلام وش باقي ما حصله هو لسه صغير باقي بس يمثل في فيلم من إخراج ستيفن سبيلبرغ ويكون خلص الموضوع ياب عزيزي المتابع أنا قلتها لأنها صارت صارت وهو في الابتدائية أو هو لسه عمره يعني ما جاوزت 13 سنة مثل في فيلم من إخراج ستيفن سبيلبرغ ومو بس كده الفيلم كان من بطولته عمرك 13 سنة جيب فيلم من بطولتك يا ابن المحزوزة الفيلم كان اسمه Empire of the Sun معلومي الفيلم مره رهيب راح نتكلم عنه بعد شوية وهو مأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم وهذا كان ثاني فيلم يظهر فيه كريسشين بيل في مسيرته المهنية علشان بس لا أقعد لك في قراسكم كثير الأدمي هذا كده يعني بالمختصر من صغره هو جالس يحقق إنجازات زبط سواء على صعيد التمثيل أو التعليم واكتساب مهارات وهواية جديدة وعموما ترى الموضوع ما هو جهد واجتهاد للأمانة بقدر ما هو حظ وعلاقات لأن عائلته كانت عائلة لها معارف كثير في عالم الفن وهالشي كان سبب في إنه قدر يحصل على فرص في التمثيل في سن مبكر واحدة من أخواته كانت تشتغل في مجال الموسيقى وأخته الثانية برضو كانت تشتغل مخرجة وممثلة مسرحية وأمه كانت تشتغل في السرك ولها علاقات مع فنانين وممثلين فطبيعي مثل ما قلت لكم إنه تجيه فرص للتمثيل في سن مبكرة كون الولد أصلا موهوب وشاطر الولد ما هو أهبل الولد فنان مرة فنان من يوم هون قد كده المهم يا جماعة هذا بالنسبة اللي بدايته في عالم المسرح والسينما وقبل ما ندخل على أهم أفلام وأبرز أدواره خلونا نأخذ لفة سريعة على حياته الزوجية في 29 يناير من العام 2000 تزوج كريستشين بيل من بنت اسمها سيبي بلازيتش وهي أكبر من كريستشين بيل بحوالي أربع سنوات وتشتغل كممثلة بديلة ويشاع إنها كانت عارضة أزياء وعنده منها طفلين بنت اسمها إيميلين ولد اسمه جوزيف وخلوني أحكي لكم قصة قصيرة عن كيف تعرفوا على بعض وتزوجوا بعدها كريستشين بيل في العام 1994 مثل في فيلم اسمه ليتل وومن وهو نفس الفيلم اللي تم إعادة إنتاجه السنة الماضية 2019 المهم في نفس الفيلم هذا كانت الممثلة وينونا رايدر واحدة من طاقم أبطال الممثلين وكانت المساعدة الشخصية لها هي سيبي بلازيتش اللي هي زوجته الحالية كريستشين بيل شافه في هذاك الفيلم ورمل بوكشة عندها وتعرفوا على بعض ووقعوا في حب بعضهم البعض ومن ساعتها ما تفارقوا فلو كريستشين بيل عنده أحد لازم يشكروا على هذه الفرصة فمفروض يشكر الممثلة وينونا رايدر اللي جمعت العصفورين الجميل هذولي في قفص الزوجية فيب هذه كانت قصة زواجه بس برضو في قصة إضافية لازم أحكيها لكم حصلت له مع زوجته وأمه ووحدة من أخواته لأن القصة هذه ما زال أثرها إلى يومنا هذا في حياة كريستشين بيل في العام 2008 كريستشين بيل مد يده على أمه في أحد الفنادق في لندن عاد مد يده بطريقة عنيفة ولا مجرد لمسة ما عنديش فكرة ويقال إن السبب إن أمه وحدة من أخواته أساء لزوجته بطريقة ما ما هو مذكور الإساءة إذا كانت لفظية أو إنهم مد يدهم الله أعلم ولكنهم أساءوا لها بطريقة خلته يزعل ويخرج عن طوره وبعد هذه الحادثة أخته اتصلت على الشرطة والشرطة جات واعتقلته ولكن لعدم وجود حجج واضحة أو أدلة كافية الشرطة أطلقت صراحه من دون أي عقوبات ومن هذه الساعة للأسف كريستشين بيل وأمه وأخته متخاصمين أمه لاحقا حاولت تتواصل معاه وصرحت في أكثر من لقاء إنها تتمنى إنهم يتصالحوا مع بعض وترجع الأيام الخوالي زي ما كانت ولكن للأسف ما فيه أي تجاوب منه تماما بل إنها كانت تحضر عروض البريمير تبع معظم أفلامه على أمل إنها تقدر تتكلم معاه وتصلح الأمور بينهم ولكنه دائما كان يجاهلها تماما عاصي عاق معنا حق ولا معنا حق أمه شريرة أمه طيبة ما عنديش فكرة وما لنا داخل ولكن هذا القصة اللي حصلت رجائنا يا جماعة لا تحكموا عليه مالنا شغول مشاكل عائلية حلوة ذي لا تحكموا عليه ومشاكل عائلية وانت جالس تكرهنا فيه إيش الكامل فاضي هذا يا وجيه المهم يا جماعة ننتقل إلى أهم أفلام وأدوار كريستشين بيل والله الورطة صدق قالوا لك ورطة ورطة أقول لكم إيش ولا إيش الأدمي هذا معظم أدواره جدا قوية كأداء يعني كده لما يمثل يمثل الواحد ما عنده لعب لأنه كممثل ما يحتاج أقول لكم الإنسان هذا دخل عالم التمثيل وعمره 9 سنوات تقريبا والخبرة اللي بناها ما هي بسيطة أبدا حوالي 35 سنة من حياته قضاها في التمثيل يعني التمثيل يجري في عروق وجري المهم أنه إجمال الأفلام اللي شارك فيها تجاوزت الخمسين فيلم ولكن علشان ما نكثر كلام باختار لكم أفضل ثمانية أدوار له أو بالأحرى الأدوار اللي بدأ فيها التمثيل أو الأدوار اللي لعب فيها بوزنه وغير من تركيبة جسده البدنية والعضلية والكلام هذا وبنتكلم بشكل مختصر عن هذه الأفلام وعن تقييماتها أولا عندنا دوره في أول فيلم من بطولته واللي ذكرناه في بداية الفيديو فيلم المخري ستيفن سبيرلبرغ Empire of the Sun واللي صدر عام 1987 بالرغم من أنه كان لسه صغير وكان هذا ثاني دور يقدمه في عالم الأفلام إلا أنه قدر يثير إعجاب الكثير من النقاط الفيلم يحكي قصة طفل حالم من أسرة ثرية وفي ظروف معينة على إثر اندلاع الحرب العالمية الثانية يلقى نفسه مشرد ما بين الشوارع والأزقة ومخيمات الحرب فيلم مؤلم ومؤثر وتفوق كريستشين بيل فيه على نفسه وأثبت للعالم ذيك الفترة بالرغم من أنه صغير إلا أنه راح يوصل للنجومية لا محالة لازم تشوفونا الفيلم مرة رهيبة تقييم الفيلم على موقع IMDB 7.7 من 10 ثانيا عندنا دوره في فيلم American Psycho واللي صدر عام 2000 ويقدم فيه دور شخص ثري ومريض نفسي يعاني من اضطرابات كثيرة طبعا قدام الناس تشوفو مرة طبيعي ما عنده أي مشاكل ولكن من جواته شخص مجنون ومهوس في الدماء والقتل ويحب يكون الأفضل في كل شيء تخيل أنه مستعد يقتلك علشان البزنس كارد تبعت أحسن من البزنس كارد تبعه دور مختل وكريستشين بيل قدموا على أكمل وجه وأداءه لا يعلى عليه حقيقة فضلا عن نهاية الفيلم الغريبة والغير متوقعة على الإطلاق واللي قد تواجه صعوبة في تفسيرها وبرضو كريستشين بيل سوى تغيير خطير في جسمه وتقسيم عضلاته علشان هذا الدور تقييم الفيلم على موقع IMDb 7.6 من 10 ثالث دور عندنا دوره في فيلم The Machinist واللي صدر عام 2004 فاكرين من شوي لما قلت لكم أنه اشتغل على بناء جسمه وتقسيم عضلاته في فيلم American Psycho عام 2000 هيشوفوا بعد أربع سنوات كيف عمل بجسمه عشان يقدر يقدم الدور المرعب هذا والمخيف نقص من وزنه حوالي 30 كيلو علشان يظهر بالشكل المطلوب لتقديم هذا الدور ويقال أنه جلس فترة طويلة يأكل بس تفاحة وعلبة تونة علشان يوصل لهذا الوزن ما هو عاقل هذا الإنسان يا جماعة في هذا الفيلم يقدم دور شخص يعاني من الأرق أو مشكلة عدم النوم لحوالي سنة كاملة وعلى إثر قلة النوم هذا يبدأ يهلوس ويشوف أشياء غريبة الغريب في الموضوع وأنه بالرغم من كل هالشغل وكل هالمعاناة اللي عملها في نفسه إلا أنه راتبه كان فقط 250 ألف دولار وكلنا عارفين أن الرقم هذا لعب أطفال في عالم الأفلام والتلفزيون نستخد بالملايين أزبدا أنه الفيلم مرة حلو لا يفوتكم وتقييموا على موقع IMDb 7.7 من 10 رابع دور عندنا دوره الأشهر في ثلاثية باتمان الأسطورية للمخرج كريستفور نولن واللي بدأت عام 2005 هيركزوا معايا علشان أثبت لكم قد إيش هذا الإنسان ما هو عاقل في موضوع زيادة وتنقيص وزنه في العام 2004 كان وزنه حوالي 50 كيلو علشان دوره في فيلم The Machinist اللي تكلمنا عنه من شوية في العام 2005 يعني بعدها بسنة زاد وزنه حوالي 35 كيلو مرة ثانية وأعاد بناء أعضلاته وتقسيم جسمه علشان يقدم دور باتمان بالشكل المطلوب شوفوا الفرق كيف في سنة واحدة بس يا جماعة أنتم تستطيعوا وأنا استطيع إن شاء الله وأكيد الفلوس لها دور أنا عارف بس ترى الموضوع برضو ماه سهل يعني ممكن في ناس عندها فلوس بس ماهم عارفين يعني يتصرفوا والموضوع يبغاله يعني أعزيمة وإصرار طبعا دوره كان جدا قوي في تجسيد شخصية باتمان واللي خدم وساعده أكثر القصة وكتابة وإخراج المخرج كريستفور نولان للثلاثية وعن نفسي يا جماعة أنا ما أشوف أنه كريستشين بيل أفضل من قدم دور باتمان للأمانة بن أفلك يا جماعة قدم دور فخم ولكن القصة ومشاكل دي سي ووارنر برادر مع زاك سنايدر واللخبط اللي صارت خلة الفيلم عموما دور باتمان واحد من أهم الأدوار اللي قدمها كريستشين بيل في مسيرته والثلاثة أجزاء كلها مصنفة ضمن قائمة أفضل 250 فيلم أو أعلى 250 فيلم تقيما على موقع آيم دي بي خامس دور له كان في فيلم ذا بريستيج للمخرج كريستفور نولان برضو اللي صدر في العام 2006 ومثل بجوار الممثل الكبير هيو جاكمن وقدم فيه دور لعب خفة أو ساحر سموه ما شئتم يلقى نفسه في مواجهة صديقه الساحر أو لعب الخفة في معركة من هو الساحر الأفضل وفي هذه المعركة تسقط مبادئ وتسقط قيم كثيرة وتصير أشياء جدا مثيرة وربما مرعبة فيلم جدا قوي ولا يحتاج أوصف لكم مدى قوته بس برضو علشان نكون صريحين اللي خدم كريستشين بيل في هذا الفيلم بالإضافة لتمثيله المميز أنه قصرة الفيلم والحبكة والإخراج كانوا جدا رائعين كون العمل للمخرج الكبير كريستفور نولان لا يفوتكم يا جماعة في حال أنكم ما شفتوه يعني لأنه هذا الفيلم توقع 99% من الناس شافوه بس إذا ما شفتوه شوفوه مرة قوي الفيلم تقييمه على موقع آيم دي بي ثمانية ونص من عشرة سادس دور له في فيلم ذا فايتر واللي صدر عام 2010 وبالرغم من أن الفيلم ما كان يتمحور حوله بالضبط إلا أنه برضو رجع للجنون اللي يسويه بخصوص زيادة وتنقيص وزنه وخسر حوالي 20 كيلو من وزنه علشان يقدم الدور بالشكل المطلوب وبرضو قدر أنه ياخذ جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره في هذا الفيلم وهي جائزة الأوسكار الوحيدة اللي فاز فيها من بين أربع ترشيحات بغض النظر عن أداء كريستشين بيل في هذا الفيلم وعن خسارة وزنه الفيلم هذا يا جماعة مرة رهيب من الأفلام القريبة إلى قلبي وأداء كريستشين بيل والممثل مارك وولبرغ كانوا من أروع ما يكون وأنا دائما أستمتع صراحة بالأفلام اللي تكون فيها حلبة مصارعة أو حلبة ملاكمة أو مشاهد اقتالية رياضية بشكل عام وهالفيلم واحد من أكثر الفيلم اللي استمتعت فيها صراحة وهو مأخوذ من قصة حقيقية مرة لا يفوتكم تقييم الفيلم على موقع ايم دي بي 7.8 من 10 تابع دور له كان في فيلم اميريكان هاصل واللي صدر عام 2013 برضه كريستشين بيل المجنون عن دوره في هذا الفيلم لعب في وزنه ووصله إلى 94 كيلو كل هذا علشان يقدم الدور بالشكل المطلوب ما أقدر أقولكم ان الفيلم كان مرة قوي أو مشي حالك ولكن من وجهة نظري أن مجموعة النجوم اللي ظهروا في هذا الفيلم هم اللي يعطوا الفيلم قيمة عالية في هذه السنة واللي يثبت وجهة نظري أن الفيلم ترشح لعشرة جوائز أوسكر ولكن ما فاز بأي جائزة منها بوم ويحكي الفيلم قصة أحد اللصوص اللي يتم إجباره على العمل مع أحد العملاء الفيدراليين ليقلب الطاولة على غيره من اللصوص ورجال العصابات والسياسيين الفاسدين والفيلم تقييمه على موقع ايم دي بي 7.2 من 10 تابعوه لا تابعوه يعني براحتكم ثامن دور له واللي كان في فيلم فيس واللي صدر عام 2018 برضو كريسشين بيل بعد ما خسر وزنه ورجع للوزن الطبيعي يرجع المجنون في هذا الفيلم ويزيد وزنه ويصبغ حواجبه قلت لكم هالآدمي ما هو عاقل في موضوع زيادة وزنه ونقصانه كأنه يروح للحلاق ويطلب قصة شعر الموضوع عنده مرة بسيط أوكي هو مو بسيط بس يعني هو صار محترف فيه الزبدة معرف وزنه كم صار في هذا الفيلم وبحثت كثير ولا لقيت إجابة واضحة ولكن واضح عليه زيادة الوزن وأكيد الميكيجة السينمائية له دور برضو الفيلم مبني على قصة حقيقية ويروي قصة حياة شيني السياسية وكيف قدر أنه يكون أقوى نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كريسين بيلول أنه قدمت دور على أكمل وجه قدر أنه يترشح للأوسكار عن هذا الدور ولكنه للأسف ما فاز فيها تقييم الفيلم على موقع آيم دي بي 7.2 من 10 هذا بالنسبة لي أهم الأدوار اللي قدمها أو أبرز الأدوار اللي لعب فيها في وزنه ومثل ما قلت لكم الإنسان هذا عنده أفلام تجاوزة الخمسين فيلم وصعب جدا أني أحتويها كلها في فيديو واحد فلذلك بترك لكم الباقي تكتبوا لنا في التعليقات إيش أفضل أدواره بالنسبة لكم قبل نختم الفيديو أحب أقول لكم أن كريسين بيل واضح أنه بدأ يقلق على صحته بسبب زيادة ونقصان وزنه اللي قاعد يسويه وصرح في أحد اللقاءات أنه خلاص بيوقف يقبل أدوار قد يتقلب فيها تلاعب كبير في وزنه والله أعلم يمكن يكون قد كلامه يمكن الدولارات تخليه يغير رأيه أو خلينا نقول شغفه في التمثيل وتقمص الأدوار قد يخليه يغير رأيه مستقبلا ولكن أتوقع كذا كفاية خلاص لا تفليبو كريسين بيل ثروة تقدر بحوالي 80 مليون دولار أمريكي وأعلى راتب أخذه كان 15 مليون دولار عن دوره في الجزء الثالث من ثلاثية باتمان أو The Dark Knight إلا هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا تشاركونا في التعليقات أهم أعمال وأدوار هذا الممثل بالنسبة لكم وتابعوني على الإستجرام أو على تويتر أو على سناب شات لو حابين تشاركوا معنا في التصويتات القادمة راح تلاقوا الروابط في الوصف لا تنسوا لايك يا جماعة وتأكدوا أنكم مشتركين في القناة ومفعالين جرس التنبيهات كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم